موسيقى خلال كلمته أمام منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية وجود رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية مدبولي يعرب عن أملي أن يكون كوب 27 فرصة لحجب مزيد من التمويلات لدعم المشروعات الخضراء بوتين يتهم الغرب بتدمير أساسيات الاقتصاد العالمي والمفاوضية الأوروبية تتهم موسكو بالتلاعب بسوق الغاز الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جيرنيتش نشر إخبارية مفاصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يشكل قوة دفع بشأن الاستعداد لكوب 27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال المنتدى أن جهود التكيف مع أثار التغير المناخي تعاني النقص التمويل مشيرا إلى أن العالم يحتاج رؤية شاملة لمساعدة الدول الأفريقية لتغير المناخ المنتدى هنا بيؤكد على أن جهود التكيف مع أثار التغير التغير المناخ لا تزال يعني بتعاني نقص من التمويل رغم أن أنا بأتفق مع الكلام اللي بيتقال أن مجابهة التغير أو مجابهة تكلفة التغير أفضل كتير من التكلفة اللي حيعملها التغير نفسه وبالتالي بنتكلم على 800 مليار دولار سنويا للتخفيف من حد التغير المناخ بحلول عام 2025 البلدان النامية محتاج الرقم ده رغم أن هي إذا بنتكلم على أن 20 دولة فقط هي المسؤولة عن حوالي 80% من الأثار فأتصور من العدالة والموضوعية أيضا أن المساهمة الأكبر من جانب هذه الدول المعنية في دعم الدول النامية بالرقم اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي أيضا إحنا مهمة أوي التوافق حول رؤية شملة لدعم الدول الإفريقية لرفع قدرتها على التكايف فإحنا بنقول أن إفريقيا هي الأكثر تضرورة رغم أن هي الأقل مساهمة في الأثار النجمة أو الأثار التي يترتب علي تغير المناخ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وقال الرئيس السيسي أن المحور البيئي كان ضمن هذه الخطة الاستراتيجية مصر أسمحوا أن أنا أتكلم عنها كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030 وكان البعد البيئي محور أساسي في كافة القطاعات التنموية وأنا أريد أن أقول لكم أننا في مصر كنا منتبهين لهذا البعد واتحركنا فيه بفعلية كبيرة جداً في كافة المجالات وأنا أقول لكم أننا أطلقنا من سنة ونص قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر وهو حياة كريمة وأنا أتكلم أن حياة كريمة دا رقم اضحط ساعتها ساعة لما طرحناها كان حوالي 700 مليار 750 مليار قد يزداد هذا الرقم إلى أرقام أكتر من كده نتيجة الظروف التي تمر في العالم خلال هذه الفترة لكن الهدف منه أنه يساهم في تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون إنسان ونحن هنا بنتكلم على ميت شرب وبنتكلم على طاقة وبنتكلم على صرف صحي وبنتكلم على معالجة المياه وأقدر أقول لكم بمنتهى التواضع أن مصر ببرامجها التي تعمل فيها دلوقتي أن يمكن تكون في تحسين ومعالجة المياه يمكن تكون الدولة رقم واحد بنهاية هذا البرنامج كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت إلى 40% من إجمالية حجم الاستثمارات الكلية وفي هذا الإطار أكد الرئيس السيسي أن مصر لم تساهم بشكل كبير في الانبعاثات الحرارية لكنها من أكثر الدول تأثرا بتداعيتها أنا عايز أقول أن نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت الآن إلى حوالي 40% من إجمالي الاستثمارات العامة والحقيقة إن شاء الله خلال 2024-2025 ستصل هذه الاستثمارات إلى 50% من إجمالي الاستثمارات مصر ما كانش ليها مساهمة كبيرة أوي في الانبعاثات يعني إحنا 6 من 10% من إجمال الانبعاثات الحرارية العالمية مصر يعني تعد من أكثر الدول تعرضا للأثار الناجمة عن تغير المناخ أكد وزير الخارجية سامح شكري أن منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي يأتي هذا العام كدليل على الأهميات التي توليها مصر لمواجهة تغير المناخ وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن وقال شكري في كلمته أمام المنتدى إن الرئاسة المصرية لكوب 27 ستتبنى مقاربة واضحة لمعالجة الفجوات والقصور في المنظومة العالمية لتعامل مع التغيرات المناخية تأتي أهمية اجتماعنا اليوم على ضوء الطبيعة الوجودية للتحديات التي نواجهها نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف التعاون الدولي على كافة المستويات إن تحويل هذه التحديات إلى فرص للتنمية ولتحقيق تحول عادل نحو إنماط تنموية أكثر استدامة يستوجب من التوافق حول مجموعة من المبادئ والقيم الحكيمة والتي بدونها سيصعب وتحقيق أهدافنا المنشودة حيث يتعين أن تأتي كافة جهود برنامج التعاون الدولي التنموي متزقة مع أولويات دولنا النامية مع احترام الملكية الوطنية لتلك السياسات والبرامج فضلاً عن أهمية مراعاة مبدأ المسئولية المشتركة متبينة الأعباء والخدرات المتفاوتة للدول سيدات والسادة تلقاً من كل ما سبق وبناء على ما لمسناه على مدار الأشهر الماضية خلال مشاورتين مع كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية فإن الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ستتبنى مقربة واضحة تهدف إلى معالجة الفجوات وأوجه القصور الراهنة في المنظومة العالمية للتعامل مع تغير المناخ لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفياً مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية دكتور محمد فهيم يعني كيف قرأت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام منتدى مصر للتعاون الدولي وتمويل الإنمائي وما حملته من رسائل السلام عليكم جزيلاً في المنتدى مصر الثاني للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يدور حول حاجة التمويل اللازم لمجابهة قضية أو مشكلة أو تحديات تغير المناخ تحدث المشاركين في المنتدى وكانت مدخلة السياد الرئيس واضحة في هذا الاتجاه حيث أشار سيادته أن مسألة التغيرات المناخية هي مسألة مهمة وهي قضية وجودية كما أطلق عليها سياد الرئيس في حوار بيترسبرج في برلين لشهر الماضي وهي فعلاً قضية تغير المناخ قضية وجودية من التأثيرات المتلاحقة وغير المعلومة وغير المفهومة أحياناً للتغيرات المناخية بتكون خارج حدود التوقعات فكثير من الدول وهي الدول المسببة لتغير المناخ الدول الصناعية الكبرى المشاركين زي ما فخامت رئيس تكلم عن 80% من المبعثات غزات الاحتباس الحراري دول في معظمة في مناطق معتدلة مناخياً فكانت بعيدة عن تأثيرات المتلاحقة لتغير المناخ والتقالبات المناخية الجامحة وغيره وجدت نفسها هذه الدول خلال سنوات قليلة لأنها في وسط معمعة التغيرات المناخية فبالتالي أصبح الاهتمام المتزايد لقضية تغير المناخ في وجدان وفك كل دول العالم يعني الجملة دي جملة قالها سيادة الرئيس في مدخلته اليوم أن الاحتمام بقضية تغير المناخ أصبحت تشغل العالم فعلياً لأنه أصبحت مشكلة كبيرة تستلزم الحل بحيث أن يتم التعامل مع هذه القضية اليوم أفضل ألف مرة من أن يتم التعامل معها غداً وكذا لأنها قضية مترقبة ومترقبة وتأثيراتها دائماً تأثيرات كبيرة جداً سيادة الرئيس أشار كمان لأن جهود التكيف بتعاني في الأصل من نأس التمويل التغيرات المناخية دول مسؤولة عن هذه الظاهرة وهي دول صناعية كبرى واتصادياتها تتحمل حتى الضغوطات التي تحدث بسبب تغير المناخ ولكن دول أخرى غير مؤثرة في الظاهرة وليس لها زهم لا من قريب ولا من بعيد هي دول متأثرة فقط فيجب أن يكون جهود أعمليات التكيف مع تغير المناخ تتناسب مع ما تسبب هذه الظاهرة لهذه الدول فعشر سيادة الرئيس أن العشرين دولة المسؤولة عن 80% من انبعاثات أو من مساهمات الدول في غزة الاحتباس الحراري يجب أن يكون هناك رؤية شاملة لدعم الدول المتأثرة وفي القلب منها طبعاً الدول الأفريقية لأنها الدول الأفريقية زي مصر دول غير مؤثرة لهذه الظاهرة ولكنها متأثرة وبشدة نهاية مدخلة سيادة الرئيس تتكلم على اتفاقية باريس وتم التأكيد على أني يعني ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس تم التأكيد عليه مرة أخرى في جلاسكو العام الماضي في كوب 26 وإن شاء الله متوقع بناء على كل هذا الزخم أن يتم ترجمة كل هذه التعهدات إلى التزامات على أرض الواقع في الكوب 27 اللي يكون في شرم الشيء دكتور فهيم يعني كيف ترى أهمية منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي وفرص تحقيق المسادفات خاصة كما ذكرت ونحن في انتظار كوب 27 في نوفمبر منتدى التعاون الدولي أو منتدى مصر في نسخاته الأولى كان بيركز أكثر على المشروعات التنموية وعلى المشروعات التي تستهدف الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية نتيجة الأزمات المتتالية منتدى هذا العام يركز بالأكثر على قدية تغيير مناخ وده طبعا لإعلامات كبيرة باستضافة ورئاسة مصر لمؤتمر الأطراف رقم 27 المؤتمر المنتدى اليوم كانت رسالة تحت واضحة جدا لكل قادرة العالم كأنه عبارة عن بروفا لما سيحدث في مؤتمر الأطراف مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بينقش كل ما لها علاقة بتغير المناخ بما فيها التمويل بما فيها التمويل الإنمائي بالتحديد كأننا بنعمل بالضبط مؤتمر مصغر قبل المؤتمر الأطراف اللي هو في خلال الثلاثة يام اليوم وبكرة وبعد إن شاء الله دا معناه أنه بيحط النقط على الحروف عشان ما ناخدش وقت كتير في هذه المتواضات وفي الكلام اللي لها علاقة بالتمويل في القب لعل أنه الدول تعرف انتزاماتها وواجباتها ومسئلاتها تجاه ما يسمى بالتمويل المناخي دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراع على التغيرات المناخية شكرا جزيلا لك قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات فعالة في مواجهة تغير المناخ وأوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم يحتاج إلى مئة مليار دولار للوفاء بالتزاماته بشأن تغير المناخ حتى عام 2030 نحن نحتاج إلى العمل من خلال مبادرات قوية وإظهار طرق نحو الاستثمارات ويجب أن يكون هناك آليات من أجل بناء اقتصادات بها صمود مناخي وهناك التزامات سنوية للأسف قد انقفضت كثيرا التزامات مالية ويجب أن نعيد الثقة بين الدول والنظام الدولي وهذه خطوة مهمة من أجل الوفاء بالالتزامات المالية العام 2025 في أفريقيا هناك مئة مليار دولار نحن في احتياج لهم للوفاء بالالتزاماتنا العام 2030 وهناك فجوة كبيرة قد تصل إلى 440 مليار دولار أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري أن على اقتصادات الدول الكبرى أن تساهم بشكل أكبر في مواجهة التغير المناخي وشدد كيري خلال كلمته في المنتدى على ضرورة اتخاذ القرارات المهمة لتلافي آثار مواجهة التغيرات المناخية دول العشرين أكبر الاقتصاديات التي يجب عليها أن تقوم بالتحرك لكي تقوم بإنجاح هذه العملية وهذا يعني أننا في حاجة إلى مساعدة الدول الأخرى لكي تقوم بعملية الانتقال أيضا بالرغم من أنها أكثر أهمية لتلك الدول العشرين لكي تقوم بهذا الانتقال بشكل أسرع لأن العلماء قالوا لنا في 2018 أن جميع السادة في كل المسؤولين أنتم لديكم جميعا 12 عاما علينا أن نقوم باتخاذ القرارات الهامة لكي نقوم بتلافي الآثار التي سوف تنجم عنها هذه التغيرات المناخية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أثناء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الدعم المقدم من الأمم المتحدة للمساعدة في ترتيبات استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وقد جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد والوفد المرافق لها بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وأعرب مدبولي خلال اللقاء عن أمل في أن تكون قمة المناخ المقبلة فرصة لحجد مزيد من التمولات لدعم المشروعات الخضراء والتي ستسهم في التحول لمرحلة تنفيذ التعهدات التي خرجت بها عن قمة قب 26 والتي انعقدت تأفيق لسكو بالرغم من كل الصعوبات والظروف الاسثنائية التي يواجهها العالم وفق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بمجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لعام 2022 تجمية ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورية للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين ذلك بعد استفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة على أن يكون التصرف الأراضي الصناعية بنظام التملك وحق الانتفاع ذلك وفقا لمجموعة من الضوابط وفيما يتعلق بضوابط نظام التملك نص مشروع القرار على أن يكون تملك الأراضي الصناعية بالأسعار التي تم تحديدها استرشاديا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتطول شبكة الطرق الداخلية بمحافظة الفيوم مشيرا أنه من الملاحظ أن محافظة الفيوم تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالطرق الداخلية وخلال اجتمع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة توجه مدبولي بالتهنئة للفلاح ومزارع مصر بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الفلاح والذي يوافق التاسع من سبتمبر وخلال الاجتماع أكد مدبولي أن مجمع تحية مصر الخدمات الحكومية بقرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح يمثل نموذج رائعا للشرافة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا محليا وأضح التقرير أن المنحنى الوبائي لحالة فيروس كورونا يشير إلى انخفاض حالة الإصابة بنسبة 33% كذلك انخفاض حالة الوفيات بنسبة 40% ذلك في الأسبوع الجاري مقارنة بالأسبوع المنقضي وفيما يتعلق بموقف التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا أكد التقرير أن عدد المواطنين المستهدف تطعيمهم محليا بالجرعتين الأولى والثانية بلغ 50 مليون مواطن وأشار التقرير إلى أنه يوجد الآن جرعات متاحة تكفي الاستكمال التطعيم للراغبين تعد جامعة مصر المعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة مركزا لبناء كوادر علمية قادرة على مواكبة ودعم خطة التحول الرقمي في الدولة وتهدف الجامعة إلى بناء الكوادر العلمية المتميزة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة على التعاون مع التطورات السريعة والهائلة في هذا المجال وكذلك إنتاج المعارف من خلال البحوث العلمية المتقدمة وفي تصرحات لها أوضحت رئيسة جامعة مصر المعلوماتية ريم بهجت أنه تم عقد العديد من الشراكات الدولية مع الجامعات الدولية لحصول الطلبة على شهادات مزدوجة مشيرة إلى أن الجامعة قد نجحت في عامها الأول في استقطاع بنخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين الحاصلين على درجات علمية من جامعات دولية مرموقة أهم العناصر في الجامعة أنها موجودة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة هي جامعة أهلية أنشأتها الدولة حديثة وهي جامعة تخصصية الأولى من نوعها في التخصص في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ندلوقتي في مرحلة التصورة الصناعية الرابعة هذه قائمة في الأساس على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطورات التي حصلت فيها أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن أغلب شعوب العالم تؤيد تحرك حكوماتها الآن لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية وفي استطلاع أن أجره مركز المعلومات وأجرته شركة إبسوس في 31 دولة عبر الإنترنت أشار الاستطلاع إلى أن تلك الدول لديها خطط واضحة لمواجهة التغيرات المناخية وأوضح الاستطلاع أن 68% من العراء أكدت ضرورة تحرك الحكومات الآن لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية حتى لا تتأثر الأجيال القادمة تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمية وقد تمكنت وزارة الداخلية خلال الأربع وعشرين ساعة من ضبط 457 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 659 طن مواد غبائية وغير غبائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة فقد تم ضبط قرابة 510 أطنان وفي مجال البيع بأزيد من السهر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 130 طن أسمنت أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السهر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط قرابة 20 طن وفي مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 713 قضية من بينها 107 قضايا خبز ناقص الوزن و99 قضية خبز غير مطابق للمواصفات قالت المحكمة الاتحادية العراقية إنه ليس من اختصاصاتها حل البرلمان جاء ذلك خلال الجلسة المخصصة للبت في دعاوة حل البرلمان وأضافت المحكمة الاتحادية العراقية في قرار رد دعوة حل البرلمان بأن على مقدم الدعوة الاحتكام للدستور في هذا الشأن التقى الرئيس العراقي برهم صالح مع عمار الحكيم زعيم طيار الحكمة بهدف بحث الأزمة السياسية الراهنة وقد أفاد بيان من المكتب الرئاسي العراقي بأن جانبين قد ناقش أيضا سبل تحقيق استقرار العراق وأمن المواطنين وقد أشر البيان إلى همية إجراء حوار بين جميع القتل السياسية في العراق بهدف إيجاد حلول أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ضرورة تكتيف الجهود العربية لمواجهة الأمية وأشهدت العسومي على ضرورة إعداد البرامج النوعية لمكافحة الأمية وتغلب عليها من أجل الوصول إلى مجتمع متقدم قادر على مواكبة التطورات على المستوى العربي والإقليمي والدولي جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف الثامن من سبتمبر من كل عام إلى الأزمة روسية الأوكرانية حيث اتهم الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الغرب بتدمير أساسيات الاقتصاد العالمي ومحاولة فرض سياساته وخياراته لعزل روسيا وإدرار العالم وأوضح بوتين خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي أن كل صدرات الحبوب التي خرجت من أوكرانيا ذهبت إلى أوروبا بدلا من الدول الفقيرة إننا بعض القيود ترفع عنا وبخاصة عن تلك المواني التي دخلناها أما الآن فالوضع يتغير نحو الأفضل ولكن تبقى بعض القيود التي تعيقنا في تنفيذ نشاطنا وبخاصة في مسألة تلبية جميع الاحتياجات بالأسواق العالمية وكل هذا يدفع الأسعار ترتفع تدريجيا على هذه الخلفية وبطبيعة الحال نحن نأمل في رفع بشكل كامل هذا أولا النقطة الثانية تتمثل في أنه أثناء لقاءتنا مع زعماء القادة الأفارقة سوف نقوم بكل ما في وسعنا لتصدير القمح من جديد نقدد التحية أكدت وزارة الدفاع الروسية إصابة محاول كهربائي بقذيفة أوكرانية في مدينة إينيرو جوادار كما أعلنت سيطرة القوات الروسية بشكل كامل على مدينة كوديمة وأكدت الوزراء انقطاع القهرباء عن المدينة قال المستشار الرئاسي الأوكراني إن الشكاوى الروسية بشأن الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من الموانئ على البحر الأسود الصادمة لأن الاتفاق لا يمنح أي دور لموسكو في تحديد الوجه التي يتم تصدير الحبوب لها وأضف مستشار الرئيس الأوكراني أنه لا يمكن لروسيا أن تملي على أوكرانيا أين يتعين أن ترسل حبوبها كما لا تملي أوكرانيا الأمر نفسه على روسيا طالبت روسيا توضيحات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تقريرها حول الوضع في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا وقال وزير الخارجية الروسية سيرجيل لابروف إن روسيا قدمت كافة البيانات حول مصدر إطلاق النيران للوكالة وتساءلت عن سبب عدم إعلانها أن أوكرانيا هي مصدر الهجمات على محطة الطاقة النووية في تقريرها ثالث اقتماع لمجلس الأمن الدولي حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية خلال أقل من شهر مع تصاعد المخوف من وقوع حادث نووي خطير جراء القصف حول المحطة النووية التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا اجتماع المجلس جاء عقب تقرير عرضه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي طلب فيه بإقامة منطقة أمنية لتجنب أي حادث نووي في محطة زابوريجيا محذرا من أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر وأن اتخاذ إجراءات مؤقتة أمر ملح لتجنب وقوع كارثة وفي الوقت الذي تتبادل فيه كييف وموسكو لاتهامات بشأن عمليات القصف المتواصلة حول المحطة أعرب السفير الروسي لدى الأم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن عن أسفه لإحيام تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول زابوريجيا عن اتهام أوكرانيا التي تعتبرها موسكو مسؤولة عن قصف المحطة النووية معتبرا أن التقرير الذي عرضه المدير العام للوكالة تأكيد على أن التهديد الوحيد لهذا الموقع يأتي من عمليات القصف والتخريب التي ترتكبها القوات الأوكرانية أما كييف التي تتهم موسكو دوما باستهداف المحطة فقد رحبت على لسان الرئيس الأوكراني بالتقرير وقال في رسالته اليومية إن التقرير يشير إلى وجود معدات عسكرية روسية في مجمع محطة الطاقة النووية ويشير بوضوح إلى السيطرة العسكرية الروسية على المحطة وفي كلمة أمام مجلس الأمن شدد الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو جوتريش على أن أي ضرر سواء كان متعمدا أم لا يلحق بزابوريجيا يمكن أن يؤدي إلى كارثة ليس فقط للجوار المباشر بل للمنطقة وخارجها داعيا إلى ضرورة اتخاذ جميع الخطوات لتجنب مثل هذا السيناريو قالت شركة نيرجو أتوم للطاقة الأوكرانية إن كييف تؤيد إرسال جنود لحفظ السلام تابعين للأم المتحدة إلى محطة الطاقة النووية التابعة لها في زابوريجيا وأوضحت الشركة أن نشر قوة تحفظ السلام وإخراج الجنود الروس يمكن أن يكون أحد السبل لإنشاء منطقة آمنة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية ذلك غدت دعوة أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة آمنة حول الموقع أكدت رئيسة المفاوضية الأوروبية فوندر لاين أنه تم إيجاد مصادر أخرى بديلة للغاز الروسي من دول مثل نرويج وجزائر والولايات المتحدة وأضفت رئيسة المفاوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد بنسبة 82% لتخزين مشترك للدول الأعضاء مشيرة لأن هذا يعد نجاحا بالنسبة لأوروبا وقد ذكرت رئيسة المفاوضية الأوروبية أن الاتحاد يمكنه تعويض وردات الغاز الروسي من مصادر أخرى نرى أن احتكار روسيا للسوق الغاز أثر على السوق الكهرباء وهناك عوامل أخرى مؤثرة في هذا الصيف نرى أثار التغير المناخي والجفاف وانخفاض الطاقة المياه بنحو 46% ولدينا حقيقة أننا لدينا طاقة نووية أقل الآن موجودة في الاتحاد الأوروبي ولهذا السبب نحن نواجه أسعار الطاقة والتذبذب الكبير في الأسواق لذلك نضع أمامنا مجموعة من الإجراءات المباشرة أولها التوفير الذكي للطاقة الكهربائية أكدت الإدارة العامة للجمارك في الصين أن الصادرات الصينية قد ارتفعت في أغسطس بنسبة 7.1% على أساس سنوية ذلك مقابل زيادة بلغ 18% في يوليو وأشارت الإدارة العامة للجمارك في الصين إلى ارتفاع الوردات بنسبة 3.10% في أغسطس الماضي مقابل 2.3% في يوليو ذلك في وقت ما تزال تلقي في جائحة كورونا بضلالها على المدن الصينية والمصانع الموجودة فيها مع استمرار عمليات الإغلاق لمصانع وأحياء المزيد في سياق هذا التقرير يعاني الاقتصاد الصيني الذي يعد ثاني أكبر اقتصاديات العالم من الكثير من المشاكل الاقتصادية حيث تواصل القيود الصينية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الضغط على أسواق النفط بالإضافة إلى التوقعات بمزيد من الرفع لمعدلات الفائدة مما جدد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وانكماش نمو الطلب على الوقود فقد تسببت سياسة صفر كوفيد الصارمة في الصين في إبقاء بعض المدن في حالة إغلاق مما حد من حركة المواطنين وقلص الطلب على النفط بثاني أكبر مستهلك في العالم وفي السياق نفسه أكدت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على ساس سنوي خلال يوليو المنصر وذلك مع ارتفاع إجمالي أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.3% في يوليو على أساس سنوي وزيادة أسعار الفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 16.9% مقارنة بالعام الماضي وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن الصادرات الصينية ارتفعت في أغسطس الماضي بنسبة 7.1% على أساس سنوي مقابل زيادة بلغت 18% في يوليو وارتفعت الواردات بنسبة 3.10% فقط في أغسطس مقابل 2.3% في يوليو ونتيجة لهذا التباطئ فقد تراجع فائض الميزان التجاري للصين إلى مستوى 79 مليار و390 مليون دولار خلال أغسطس الماضي تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيوصل رفع أسعار الفائدة بصورة حد وقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة نصف بالمئة ليصل إلى 1692 دولار للأنصة بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مساوى له في أسبوع وكتراجعت أيضا عقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 6 من 10% لتصل إلى 1703 دولارات وفقا لرويترز تراجعت أسعار النفط بعد أن تسببت قيود كوفيد 19 في الصين وتوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة في تجديد المخاوف من ركود اقتصادي عالمية وكذلك خفض النمو والطلب على الوقود وانخفضت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 1.2 من 10% إلى 91.71 من 100 للدولار ذلك للبرميلة الواحد بعد أن تراجعت بنسبة 3% في الجلسة السابقة وتراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكسيس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4 دولار أي 1.4 من 10% إلى 85.63 سنتات للبرميلة في اليابان رفعت سلطات الحد الأقصى اليومي للوافدين المسموح لهم بدخول البلاد من 20 إلى 50 ألفا وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف القيود الحدودية الصارم المفروض على القطاع السياحة في مواجهة كورونا منذ أكثر من عامين وقد أكدت وكادت أنباء قيود اليابانية أنه اعتبارا من اليوم لا يحتاج المسافرون الوافدون الذين طلقوا الجرع المعززة على الأقل إلى إجراء اختبار فيروس كورونا في غضون 72 ساعة من المغادرة وكذلك إظهار دليل على عدم إصابتهم رصدت وزارة الدفاع التايواني عبور ثلاث طائرات مقاتلة صينية خط الوسط لمضيق تايوان والذي يعتبر خط الفصل غير الرسمي بين الجانبين في سياق متصل تعتزم تايوان رفع ميزانياتها العسكرية إلى مستوى غير مسبوق ليصل إلى أكثر من 19 مليار يورو المزيد في سياق هذا التقرير مع تكثيف الصين مناوراتها العسكرية مؤخرا حول جزيرة تايوان ترد تايبيه بين الحين والآخر على ذلك بإجراء مناورات عسكرية الأمر الذي يزيد من حدة التوتر بالمنطقة والتحذيرات من نشوب صراع يديد يؤثر على الأمن والاقتصاد العالمي على هامش المناورات العسكرية وفي حديثها إلى أفراد القوات الجوية في قاعدة هوال الجوية على الساحل الشرقي لتايوان قالت رئيسة تايوان ساي إنج وون إن المهارات القتالية للجيش التيواني أصبحت الآن أكثر نطجا وأكثر قدرة على القتال وذلك بفضل المناورات الصينية التي أجريت مؤخرا مشيرة إلى أن الوضع حول مضيق تايوان لا يزال متوترا وأن التهديد لم يختفي وبعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مطلع شهر أغسطس أرسلت الصين طوال أسبوع كامل سفنا حربية ومقاتلات وصواريخ إلى مياه تايوان وأجوائها حيث كانت هذه المناورات الأكبر منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي ومع زيادة التهديدات واحتمال نشوب صراع داخل الجزيرة أعلنت تايوان أنها تعتزم رفع ميزانيتها العسكرية إلى مستوى غير مسبوق ليصل إلى أكثر من 19 مليار يورو كما شرعت رئيسة تايوان في الإشراف على برنامج لتحديث الجيش وجعلت زيادة الإنفاق الدفاعي أولوية الأمر الذي يشير إلى استمرار التوتر بين تايبيه وبكين وسيخرج عن نطاق السيطرة تعقد رئيسة الوزراء البريطاني لستراس اجتماعها الأول لمجلس الوزراء وقد اختارت تراس أكواسي كوارتينج وزيرا للخزانة وهو دور رئيسي لمجلس الوزراء الذي تتمركز مهامه على مواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية الأوكرانية والتي تهدد براف فواتير الطاقة إلى مستويات لا يمكن تحملها وكذلك إغلاق الشركات وترك البريطانيين الأكثر فكرا دون تدفئة في منازلهم هذا الشتاء مع تولي ليز تراس رئاسة الحكومة تواجه بريطانيا أصعب التحديات التي تواجه رئيس وزراء جديد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة وكساد يلوح في الأفق وأقرت تراس بالأوضاع العالمية غير المواتية جراء الأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا متعهدة بتجاوز العاصفة وإعادة بناء الاقتصاد لم يكن الطريق مفروشا بالورود أمام رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس حتى وصولها لدون انجستريد فبمجرد أن وصلت إلى مكتبها وجادت العديد من التحديات والملفات الشائكة التي يتعين عليها حلها خلال الفترة المقبلة أو على الأقل ستكون في مقدمة أولوياتها لعل أبرز هذه التحديات هي مواجهة تكلفة المعيشة التي يعاني منها البريطانيون بسبب ارتفاع نسبة التضخم في بريطانيا التي تجاوزت 10% خلال يونيو للمرة الأولى منذ 40 عاما وكانت مدفوعة بارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء ومما يزيد الأمر صعوبة تصريحات بنك إنجلترا الذي أشار إلى أن المملكة المتحدة في طريقها إلى الرقود بحلول نهاية العام فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 من 10% في الربع الثاني من هذا العام ويعتقد المحللون أن الربع الثالث سيضع البلاد في رقود تقني كما ستواجه رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة كارثة انهيار الخدمات العامة في بريطانيا فهناك العديد من المشكلات التي تواجهها في هذا الشأن منها أوقات الانتظار لتلقي الرعاية الصحية والتي تعتبر الأطول في التاريخ الحديث كما أن هناك مشاكل مماثلة في التوظيف والتمويل في الرعاية الاجتماعية والمدارس والجامعات والحكومة المحلية أما الإضرابات التي قام بها عمال النقل والصحفيون والمحامون وعمال القمامة وعمال بريد وانعكست على الإنتاجية والنمو الاقتصادي للبلاد فحدث ولا حرج وعلى الصعيد الدولي تتولى تراس منصبها وسط وضع عالمي معقد ومتشابك فأوكرانيا لا تزال تواجه العملية العسكرية الروسية والصين لا تزال تهدد طيوان وما بين تلك الأزمات تتجلى أزمة بريكست ملفات شائكة ربما لم تتفاجأ بها رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة لكنها ستبقى اختبار بقاء هو الأقوى من نوعه أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شيجين بينج في يومي الخامس عشر والسادس عشر من سبتمبر في ساماركن في أسباكستان في قمة إقليمية يأتي هذا في أول رحلة الرئيس الصيني إلى الخارج منذ بداية جائحة كورونا وقد قال السفير الروسي لدى بيكين أنه خلال أقل من عشرة أيام سيحصل لقاء جديد بين القادة في روسيا والصين في قمة منظمة شانجهاي للتعاون قال المبعوث النووي لليابانية أن الكوريا الشمالية موضع ترحيب دائم على طاولة المفاوضات تأتي تصريحات المبعوث النووي اليابانية قبل اللقاء مع نظره الأمريكي والكورية الجنوبية لمناقشة استراتيجية التعامل مع بيونج يونج وتعمل الدول الثلاثة على تعزيز تعاونها مع تصاعد التوتر في أعقاب التحركات الكورية الشمالية الأخيرة ومن بينها إطلاق عدد غير عادي من الصواريخ انتهت نشرتنا ولا يتبقى سوى تذكير خلال كلمتي أمام منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الرئيس السيسي يؤكد أهمية وجود رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية مدبولي يوارب عن أملها أن يكون كوب 27 فرصة لحجد مزيد من التمولات لدعم المشروعات الخضراء كوتين يتهم الغرب بتدمير أساسيات الاقتصاد العالمي والمفوضات الأوروبية تتهم موسكو بالتلعب بسوق الغازة نهاية نشرة الثالثة من التفزيون المصري في أمان الله ترجمة نانسي قنقر